أكدت سعادة السيدة نور بن تعالي الخليف وزيرة التنمية المستدامة أكدت أن مملكة البحرين ملتزمة بمواصلة تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات وذلك عبر تبني الخطط والمبادرات التي تترجم أجندة 2030 جاء ذلك خلال الإجازة الإعلامية الذي عقدته وزيرة التنمية المستدامة حيث رحبت الوزيرة بجميع ضيوف المملكة من المشاركين والزائرين لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلوان وقالت الوزيرة إن هذا السباق هو الأكثر استدامة على الإطلاق على حلبة البحرين الدولية من خلال وضع خطط مستقبلية لضمان تقليل التأثير على الطبيعة ودعم أهداف مملكة البحرين لعام 2030 وفي ذات السياق أكدت الوزيرة أن من أبرز مشاريع حلبة البحرين الدولية الداعم لذلك هو مشروع الطاقة الشمسية التابع للحلبة والذي أنتج من الطاقة النظيفة ما يكفي لتغطية جميع استخدامات سباق الفورميلوان مضيفة أن مملكة البحرين نجحت في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية قبل الموعد المحدد لها في عام 2015 كما أنها ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن أجندة الأمم المتحدة 2030 ونوهت الوزيرة بأن مملكة البحرين أوجدت العديد من الفرص الجديدة للابتكار والإبداع في تحقيق النمو المستدام من خلال التحول التكنولوجي وتوظيف التكنولوجيا عبر مجموعة واسعة من القطاعات ترجمة نانسي قنقر